أهلا بحضراتكم من جديد وفي البداية برحب بأحد الشخصيات طبعا المهمة في الوسط الرياضي الأولمبي والوسط الرياضي بشكل عام ضفنا النهاردة الكابتن عبد عزيز جنيم رئيس اتحاد الملاكمة وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس باعت مصر في دورة العاب الأفريقية في غانا واللي هتنطلق بعد أيام في العاصمة غانا أقرى وطبعا مصر مشاركة باعتها كبيرة يمكن قرب 300 لعب ولعبها أهلا بك كابتن عبد عزيز بنورنا وفي البداية طبعا بوجه شكري وشكري برنامج طبعا وأسرة يعني برنامج الأبطال على حضراتك تلبيت الدعوة حضراتك تكون معنا النهاردة خاصة أن حضراتك مسافر بكرة بالليل أو فجر الثلاثاء في مقدمة البيعة المصرية فبعد يزنى حضراتك تقبل شكرنا في تلبيت الدعوة بالعكس فاندم أنا بشكر حضرتك جدا وانت حضرتك وقص الجميل ده أن أنا موجود في قناة النادي الأهلي قناة القناة العظيم اللي احنا متابعينها على طول أنا اللي بشكركم على الدعوة فاندم ده مكانك وحضراتك تشرف أي مكان النهاردة لا أخفي حضراتك سرا يعني نحن نهاردة عندنا محاول كثيرة يعني نستغلها في حضرتك هل ابتدي الأول بصفة حضراتك رئيس الاتحاد الملاكمة وهي أحد الألعاب المهمة في الحركة الأولمبية وليها يعني باع طويل أولمبيا وعلى المحافلة الدولية كمان وبخاصة تتأهل من عندنا تلات لعبين خلاص يمكن عبد الرحمن أرابي وعمر العوضي ويومنا عياد ضمنوا التأهل لأولمبياد باريس عشرين وعشرين كلمني عن تفاصيل التأهل حدك اشتغلت على ده ازاي طوال الفترة اللي فاتت خاصة بعد توكيو عشرين وعشرين شوف حضراتك أنت جيت يعني بكلمة الأول على يعني زي ما بقوله أنت ابتدت معي كملاكمة طبعا يعني أول ملاكمة بنزل بيعمل كده طبعا طبعا عشان يعمل وجود يعني أنت طبعا لعبة الملاكمة من الألعاب الأولمبية الكبيرة جدا اللي هي مصر اللي هي باعة كبير وأنا كنت مدير فني للفريق الوطني المصري قبل ما ببقى مسجل الاتحاد وحققنا في أثناء دوليتي أربع مليليات أولمبيا نتمنى إن شاء الله تكمل بإذن الله بالخير من مشوار الملاكمة كان هنا مشوار صعب جدا لأن اللجنة الأولمبية الدولية دلوقتي هي اللي بتدير الملاكمة لأن في مشاكل في الاتحاد الدولي فاللجنة الأولمبية الدولية عملت لجنة اسمها لجنة الملاكمة فيها اللي بتدير التأهيل للألعاب الأولمبية طبعا بيش سبب من القرار ده يعني ليه؟ لا في مشاكل ما بين الـ IOC اللي هي اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي فيه مشاكل في الاتحاد دولي فاللجنة اللمنبية بتقول الصلحوه عشان يحصل الليلة اللمنبية الدولية التأهيل لل effet معلومة خطيرة المال Albion من الصدق النهاردة الاتحاد الدولي solo ما لو شلطان عليه خالص السحيط عجيب انا افهم أن يبقى في أو اتحاد اهلي يقع ما في اتحاد دولي لنا النهاردة الاتحاد الدولي يقعBaGM تحاجة جديدة في اللاجنة اللمنبية الدولية من حوالي سنة ونص نزلت البرامج التأهلية ونزلت المقاعد التأهلية لكل قارة هي كانت ظلمت أفريقيا شوية لأن احنا أفريقيا ملاكمة فيها زي محرار قلت قبل كده ما باش فيه فرق ضعيفة في أفريقيا نعم نعم احنا اشتراكنا في بطولة أفريقيا موجودة في السنغال في شهر سبتمبر الماضي عشرين تلاتة وعشرين لعبنا بسبع ملاكمين وست بنات كان المشكلة كان لازم في البنات ياخدوا الأول والتاني نعم في السبيان الأول بس زي كان مش صعبة صعوبة شديدة ريدا أول في وزنه في أول في وزنه تمام فهنا في سبع أوزان فعزين سبع العيبة بس من أفريقيا يروحوا للألعاب لهم بس ده ظلم كبير فكان مشترك ميتين وستين ملاكم ده شوفوا الأرقام بقى كابت ناسم بعد ميتين وستين ملاكم رجال هاخدوا ستة لا ميتين وستين ملاكم أهم هو سيدات ورجال لا الرجال بس بس سبع أوزان هياخدوا سبع العيبة سبع العيبة من الميتين وستين من اتنين واربعين دولة اتنين واربعين دولة بيلعبوا بيمثلوا من الميتين وستين ملاكم عزين سبع العيبة الحمد لله رب العالمين طبعا حملنا أعداد روي جدا خلال السنتين لقبل الألعاب الأولمبية وكنا يعني دايسين شوية في المعاصرات الداخلية أو الخارجية واللي أولاد حسوا بالمسؤولية كبيرة جدا فالحمد لله رب العالمين وروحنا بالعيبين وكان يعني شاركت بكم العيب في البطولة أفريقية لازم سبع انت راح بالسبع عشان ما تضمنش مين هيكسب ومين هيخسر ألعب على كل ولي يجي لازم ليجي يجي لان احنا بنعد العيبة عشان كل واحد يجيب بس عشان تاخد الأول في وزنك دي شيء صعب في النسبة لأفريقيا كمان أفريقيا بالنسبة للملاكمة كوية جدا لأن الأفريقيا معرفوش غير الملاكمة والكورة طبعا لأنهم كسام بدنية ودي الحاجة اللي بتميزهم ما أنا بقولي سيدر واشترج 42 دولة ما سيوم 260 ملاك دي البطولة الوحيدة اللي بتأهل منها لا فيه بقى بطولة العالم ما هتتعامل برضو خلال الشهر الجاي في نفس التوجيه بتعال دور أفريقيا هلأ هتروح بالخمس لعيبة البقية لا خلاص لا 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 ما انفعش أنا عملنا التارجيط اللي مصر بتعمله وعشان الفلوس اللي صروفه بعد جدا عشان أروح بطولة العالم عشان نروح بطولة العالم نجيب أول وتاني عالم دي في أشياء من الصعوبة فنوفر الفلوس للاعتصار اعداد التلاتة دول والباقيين برضو بس هيبقى إيه هيبقى مع البدجت والباقيين معانا راحين دورة العابة لسرقيا لأن الدنيا مش خالصة يعني الدنيا اللي جاي أكتر فجاية كان حضرتك 260 ملاك و42 دولة تهين منه 7 ملاك مين بقى لل7 ملاك تلعي منهم اثنين من مصر واثنين مجزاة واثنين منجير واحد من الزامبي خلاص هما 7 دول يعني فيه 38 دولة راحهم بدون تأهيل ده شيء من الصعوبة ان اللاعب اللي وصل للنائدة اللي وصل للنائدة اللي وصل للنائدة بعد 5 مباريات مش مال بعد موصل المباراة لرقم 5 تقول لهم تخسران مفود يخد أول وتاني يعني هما ده كوتا اللي تخديتها أفريقيا طب بالنسبة للسيدات الوضع ايه كانوا واغدين أول وتاني بالنسبة للبنات مع عدل الوضع 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 كانوا واغدين أول طب ليه الحكمة يعني بيدوا فرصة أكتر من البنات لأن الاتجال دول في اللجنة المباريات دولية بيدوا فرصة للبنات أكتر يعني احنا مثلا كان عندنا 13 وزن للرجال وخمسة للسيدات لأ لك لأ فيه 7 لرجال وستة للسيدات قال لك بقى يعني يساول رجو يعني يساول بيدون فرصة بس بيحاولوا يوسعوا مشاركة السيدات أكتر بس هي فيها شوية الزلم لأ ساست اللجنة المباريات الدولية كمان ها أنا آسف لكن اللجنة المباريات الدولية لأن خلص لجنة المباريات الدولية هل بيدير نعم كان فيها الظلم الأفريقية لأن طبعا برضو إحنا موجودين معهم في الدول الأفريقية كنت أنا شاف فيها ظلم كبير أو أن اللعيب يوصل النهائي بعد خمس مباريات وين يقول له لا أنت كأنك مجيتش طب من المسؤول فيها الزلم النباريات الدولية اللي بيدير الموضوع ده محباردو في لجنة في لجنة مكونة من 4 هما اللي بيديروا هما اللي بيديروا لاحبوا من لكمة أم علاج شرارك لا ده هو رئيسه مرئيس اتحاد الدولة الجنباص قال الو ساري ده الياباني اليابان بس خلال كان معنا كابتن هاب أمين دكتور هاب أمين رئيس اتحاد المصر الجنباص صحيح الياباني إسمه إاي يا ربي قالولي كمان هو اللي ماس ده شخصية مرشحة ممتاز رجل ممتاز ده مرشح انه يبقى مكان تومس بخ هو ده خلوه خلوه هو رئيس المجموعة عشان التحكيم فير نعم انتعارف التحكيم زي الجنباز عشر درجة كده ممكن يودك في حتة تانية خالص خالص فهو عشان التحكيم بس الواحد يعني بيقول الحقيقة يعني كان التحكيم يعني مش فير بس يعني فير كليني نظيف جدا لا طبع ممنوع فارقة ما جابوا حكام من اوروبا عشان التحكيم بقى محيد لو تحكيم ما فينهم من حكام من افريقيا هتدنيا خربت نعم وناس هتعترضوا الدنيا وبتاعها وفرضو العصبية بتخش العصبية نعم اوروبا احسن ويخرج براء نعم وكان كل الحكام من اوروبا ومن امريكا ومن اسيا عشان التحكيم الثلاثي عبد الرحمن وعمر ويمنى اوزنهم ايه وزنه 80 كيلو 80 كيلو ده وزن تقيل ده عبد الرحمن تاريخ كبير اوي في الملاجمة ده تالت دورة اولمبية بيروحها ويعني بطل دورة اولمبية العسكرية وبطل بحر ابيض وبطل افريقيا اللعب يعني تاريخ كبير اوي انتنا اكبر اللعبين سنا تاريخه حاضر الله اجل ما تاهل الولمبيات ده تالت اولمبية تاهل بها على التوالي يعني ده تالت دورة اولمبية وتمنى بقى ان شاء الله يختم حياته في الدورة دية ان شاء الله بمداليا بإذن الله توفيق بقى رب نسو بالنسبة للعوضي انا سميته من اول مباراة سميته الحصان الاسود انت كنت متوقع دي كانت خاصة ان كنت مدير فني منتخب مصر يعني اشتغلت معهم سنتين يعني انا مش عايز اقولك انا قلعت البدلة الرئيس التحدي ونزلت معهم الملعب سنتين قبل التعيب الولمبي حلو اول لان ليه حضرتك لان انت مسل مصر وبعنين الموضوع صعب يعني معالي الوزير كان بكلمني قبل ما نسافر بسنة ونص قال لي اعتأهيله قام واحدة بايز قلطوله صفر لثلاتة قال لي اعتأهيله ممكن ما تنهيلش حد خلص سنة قبلها بسنة ونص قال لي اعتأهيله عشان حاجيت بقى لحضرتك اللي حاجيته دوت السابعة من افريقيا بس تقوله موضوع صعب فانا قال لي اعنا بقى البدلة ونزلنا التمرين مع الكابتن سعيد والكابتن عيسم والمجموعة اللي معنا حلو اللي حضرتك بتقوله ده اه طبعا اتفعش التحدي بزبط بزبطة واعد وما انت لشال الليل اصلها ما قل عيب لو قسر رئيس التحدي هو السابب احنا نزلنا بقى احنا نزلنا الملعب زي ما بيقوله يعني واشتغلنا يعني في مع الشباب طب عمر وزن ايه وزن 71 كيلو 71 طب كويس ويومنا عمر ده نسميته الحصان قسون تمنى له الخير ده ولد لسه جديد وصغير وان شاء الله طالع كويس الصور دي فينها كابتن عيسم يومنا اربع فق السور دي موجودة في التأهيل في التأهيل ده في التأهيل ده صور قديمة قديمة شوية طيب خلينا نتكلم عن يومنا وصفنا اربعة وخمسين بنت عقول لحظاتك يومنا دي هي طالبة في كل التربية الراضية في جامعة الدمياط ما شاء الله صغيرة لسه صغيرة عندها عشرين سنة يومنا دي تعتبر اه دي يومنا دي تعتبر اول لعبة مصرية في الملاكمة اهل الالعب اللومبية خدت تاريخ دي تاني مرة تعمل فيها تاريخ يومنا يومنا في دي لما تأهلت حصل ضجة كبيرة جدا لا دي كمان حصل لان ضجة كبيرة يعني اقول لحظاتك بقى انا حكي لها حكاية يومنا دي تفضل يعني احنا كنا مرة بنعمل تدريبات او تجارب في مارك الشباب المعادي فانا رحت الكلية كلا ورجعت فسألت انا عد شاف البنت يومنا بتقولك فسألت عليه قال له دي خسرت ومش وانخسرت ازاي يعني وقتهم طب البنت دي اتصلت بها وقتهم تروح المعسكر انت اول واحد تروح المعسكر بكرة قبل مناخد زمالك التاني لان انا عندي برضو زمالك رؤية فنية فالبنت دي احنا الحمد لله دخلناها المعسكر من حوال ثلاث سنوات وهي خدت في الدورة العربية كانت موجودة في الجزائر السنة الفات دورة العرب البحر الأبدا متوسط موجودة في السنة الفات في الجزائر برضو اترنت اول لعبة مصرية تحصل على ميداليا في دورة العرب البحر البيض ودي برضو تعتبر اول لعبة مصرية في الملاكمة في الملاكمة عشان مش نعم البنات كتير من شاء الله نعم نتكلم مع الملاكمة اول لعبة ملاكمة مصرية تعالى توصل الى نهائيات الالعاب الأولمبية بباريس ان شاء الله نتمنى للخير بإذن الله